في أجواء من الانقسام والتحريد وتبادل الاتهامات تحيي إسرائيل ما تسميه ذكرى قتل معاركها والذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها إحياء هذه المناسبة التي كان يفترض بها أن تكون عنوانا للوحدة في أجواء الانقسام يرفع بحسب خبراء من حدة القلق الإسرائيلي من تأثير الخلافات الداخلية في الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيسها في صورتها في نظر أعدائها وتراجع ردعها أنا أطلع على مواد استخبارية بحكم منصبي أعداؤنا يحتفلون بهذا الخلاف الداخلي يحتفلون فعلا وحاولوا أن يتحدون خلال الفصح من ساحات متعددة وهذا ليس عبثا الردع الإسرائيلي تضرر إلى حد ما وأعداؤنا يفسرون الرد المعتدل جدا والمكبوح من قبل الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق الصواريخ من سوريا ولبنان وغزة على أنه خوف إسرائيلي الأزمة السياسية والمجتمعية الأخطر في تاريخها التي تعيشها إسرائيل منذ أشهر وما شهدته من انحدار في مستوى الخطاب السياسي انتقلت إلى المقابر العسكرية مع دعوات عائلات القتل الإسرائيليين السياسيين إلى عدم الحضور إلى تلك المقابر والمشاركة في المراسم التي تقام فيها هذا يوم ذكرى لم نشهد له مثيلا منذ تأسيس إسرائيل توترات وخشية من أحداث استثنائية كتظاهرات ومواجهات في المقابر العسكرية وهذا أمر لم نره مسبقا وهناك وزراء وأعضاء كنيسة ألغوا حضورهم إلى تلك المقابر بناء على طلب العائلات السكلة المشروع الصهيوني يحيي هذا الأسبوع مرور 75 عاما على تأسيسه في احتفالات تجري هذا العام بحسب محللين إسرائيليين على سفح بركان سيثور قريبا وسيحول المراسم كلها إلى احتفال أسود